البن صالح وأخيراً وأخيراً شوفنا إنتاج لنا ويل بن صالح أهلا وسهلا أهلا 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 مرحباً يعيشك شنوح ويلك سبا أنا بتوحشتك برشة برشة حتين عندي برشة مريدش نويل بريدك ما غير ما نقول وين حاسيلو ما غير ما نعملو دي زندها كمش بي عندي عشرة كبيرة معاك وبرحق من الفنانات اللي نحترمك برشة ونقدرك برشة ومحلى روحك روحك ياسر مزينة وحمد الله عليك تحركت مدام نويل وعملت إنتاج حمد الله كتحركت شنوح صار شو اللي حركت والله اللي حركني ولي ما حركنيش ديمال إموسيونيل ما عنديش موتور آخر نخدم به كان اللي نحسه وقت اللي حسيت روحي نحب نغني نغني ووقت اللي نحس روحي نحب نبطل نبطل بالكيف معنا يا تخدم نويل بالكيف بيانسور ماكش فنانة متاع مكينة متاع خدمة انتاجات وربعظهم ألبومات لا أنا ألا باز معنتها قرايتي ومن الأول المسيرة الفنية متاعي بديتها صغيرة برشة أنا بديت في طريق النجوم معرأة وفكوكة من الأول على أساس لي أنا بش نعمل هكيك يعني ديمة ميبا ما نحبش نقود نحكي زي دا على ها وإحنا عنا ظروف انتاج وندرشنوك الكليب صعوبات اختانا منهم كصعوبات ونحكيت الكل شيئة الحياة إنه كل مرحلة نعمل حاجة وقت اللي تلقى روحك حاضرة وقت اللي تحس روحك مستعدة أنك تغني لغنية غنيتها عندك 11 الشهر التالي على ديوانة فان حسرية على ديوانة فان عليش قاعدت المدة هذي الكل بخلاف أنك أنت معناها أنت وقت عينك عينك بش تغني عليش بتات بش تخرج بو هي بتات بش تخرج على خاطر في أكتوبر والأشهر اللي فيت لكل حقيقة ما ما نجمتش ما نجمتش إنها بتغنية ما نجمتش يعني بلي بلي قاعد يصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما ما كنتش متشاجعة برشا أني نخرج غنية وحتى توره وهو بيدو حتى تور واحد مي الحياة تستمر وإحنا دي مقلوبنا مع كل مقاوم فلسطيني في الأراضي الفلسطينية يعني الظروف اللي سايرت في فلسطين أثر التعليق كي مبارشة فاناني نلقاور واحهم من جموشي هبتو وغاني وهذا الحقيقة معقول جدا فما الفاناني يخدم بالإحساس يخدم بالليزوموسيون الفاناني تشعل معلي معلي سير في حياته معلي سير في الدنيا بيانصر بي ربي يفك عليهم ويرفع عليهم الغمة إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله ربي ينصرهم نرجع للغنية الغنية فيها برشا جو فيها جو التونسي فيها زيدكين وإعادة اللي عيروني بك يا حما هكا ولاي؟ لا هي ميش إعادة هي إنتاج جديد كلمات وألحان حسين حبيب لنوجه له تحية كبيرة توزيع سيمي معتوقي يعني حاجة جديدة وإحنا آخر غنية سبعة سنين سنة سبعة سنين لتالي عملت عيروني بك يا حما هكا ولاي؟ فما مشكلة اليوم عند الفناني يقول لك ولينا عنا مشكلة متاع كلمات وألحان تعبت بيش تلقى الكلمات اللي تقنع نويل بن صالح والألحان اللي ترضيك أنت وتلقاها العودة متاعك معنا كيف ما تحب؟ هو الشاعر والملاحن صديق طفولة يعني يعرفني مليح يعرف صوتي مليح يعرف نفسي مليح دونك عم نويل في مي حكينا كنتينا في حالة نفسية خيبة شوي لحقيقة دونك هو من الناس اللي قال لي قوم نويل قوم غني قوم غني تو تتفرهت قالك غني بش ناجم تتفره نحكي وقولوا مثالش أنت صديقة مقربة لريم الحمروني الله يرحمها الله يرحمها وربي إن شاء الله أنت كل في الجنة ربي يرحم ريم كانت واحدة من الأسباب اللي خليتك أنت تبعد على الفن لا ما كانتش من الأسباب اللي نبعد على الفن بالعكس من الأسباب اللي خليتني نرجع للفن أول مرة نحكي في الإعلام على موت ريم الله يرحمها وخيتي وعشيرتي ريم الحمروني موت ريم تعبني برشا تعبت وقعت شهرين في الدار وما نتحركش ما نعمل حد شيء فصديقي الشاعر والملحن حسين جيني قال لي قوم غني تو تتفرهت يخي إفكتيفما رجعت عمنا والفصيف رجعت معنتها نغني وغنيت في كرتاج في تاثا هورت نوار الملح وغنيتها زادة الغنية غنيتها ما نحبش في كرتاج دونك فولا سيسا هذي حكايتها هذي حكاية من حكاية الغنية وريم الله يرحمها تحب الحياة وتحب الضحكة وتحب الغنية وتحب اللجة ونكن تصورها كان جيت اليوم حيا راي فرحانة برشا أنا كنت اليوم تغني أنا متأكدة لها فرحانة برشا كما أنا فرحانة برشا واخترت غنية فرحية فيها جو المفرح وجو المفرح وجو المقاعدة تونسي اخترتها خاطر أنت تحب ترجع بالبهجة والسرور والحاجة كليزانت بوزيتيف وإلا تعرف اللي الجو ذي يحبه تونسي نوال هو الجو هذي نحبه أنا معناتها أنا ملي بديت ملي بديت نغني نحب نحب تونسي برشا تربي تعالى صالحة وعليا ونعمة وناجت عطية ونبيها كراولي وصوفية صيدق ولطفة العرفة بي ومعناتها هذي ش كنت نسمع أبار الموسيقات الأخرى اللي كنت نسمحها وإنا صغيرة كنت ديما نقدم المريه أنا قد نغني في أغاني تونسية كيف كبرت شوية ومشي تقريت موزيك عملت تجربة أخرى عملت حكاية أخرى ومن بعد رجعت رجعت للروحي معناتها رجعت لللي أنا نحبولي هي الغنية التونسية اليوم ترا رحك الفن بالنسبة ليك مهنة والغرعم مهنة أكيد مهنة مهنة دخل الفلوس مهنة والدخل الفلوس وعندي كاخت بروفيسيونال معناتها مهنتي أكيد الفن هو مهنة خاطر برشا قولك اليوم أوكي الفن مهنة ناوية لما زدها راو ما نعملوش عليه مايدخلش فلوس كما نحبو برشا فنانين ينصحوا أنك تكون فنين هواية وعندك خدمة قارة بو أنا عندي خدمة قارة ندرس في المعاهد الوطني للموسيقى بحكم يعني قرأتي قريت موسيقى أكيد بش نمتهن مهنة التدريس أما اللي ساكني أكثر واللي نلقى فيه روحي أكثر هو الغناء الغناء أكثر هاي غني لي مال شنو تحب أنت تغني غني اللي تحبك تعمل عليها الجو وتتسلطن عليها وأنتي تغني أختارها هكا غدرتني سهل علي تونسي اللي تحب أنت قلت لي لاطيفة ترى اختار لي لاطيفة تحب لاطيفة 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 بحب في غرامك مثلا يعني عاونتك برشا ناوي أكثر بحب في غرامك ألاقي كلامك محدد أوصادي كلام مش بيحوت يا أبيض يا إسويت لكن مش رمادي كهو كهو أنا وين شفك مش حاحة زيدني فنانات خريطة حبك هادي زيدني فنانات تونسيات خريطة ترى غني لنا غني اللي بي ما نحبش فضة ما نحبش فضة ما نحبش فضة وذغب افهمني وخوذ اللي تحب خلي المالي الغير الغير يرذيني من عشيري خلي خلي المالي الغير الغير يرذيني من عشيري نظرو بسمو كلمة حب ما نحبش فضة وذغب برافو 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 مويلة عامل تالي قلت لي انتي تحاضر فيه مشروع فني كبير صحيح ولا صحيح اللي هو زيدا فيه الغنية هذي هو مشروع فني اسمه صوت انساء بيش يكون فيه اغاني تحكي على حكايات انساء مزينا برشا الفكرة سي انكوخ حلوة برشا معناه كل حكاية بيش تبدأ فيها غنية معناه حكاية وغنية حكاية وغنية عندك وحدك ولا معاك فنانات والله ماذا بيا يكونوا معايا فنانات وينوت بالعكس معناه قد ما تكون الكيفة اكبر قد ما يكون الانتاج اثرى قد ما تكون التجربة احلى معناتها انا بغلومة موند التصور متاعي للسبكتاكل انه بيش يكون فيه اخراج وبيش يكون فيه اكيد معناتها رؤية ركحية يعني عارض فرجوي كامل انج مكون فيه تمثيل غنية اكيد رقصات زده كيف كيف اي وينوت انا عاملاليزاغ لغيك إثنينك معناتها قريت ما صراح وقريت موزيكا وقريت دانس وقريك غرافي ما نقولوش فنانا شايم لك كبيرة برشا فنانا شايم لها هوي اللي تمثل هوي اللي تغني هوي تشتع معناميش ايه بيه ايه بيه تيب الواحد زده ماي بداش يحكي يسركيك على روح متواضع بيهي متواضع متواضع كرتاج مزيل علي بكري مزيل علي بكري عليش يلزمو خدمه لاجم تكون عندك طموح عندي طموح اما نمشي سبيتة سبيتة ونحط سقايا فوق القاعة ونحلم زده ناخذ كرتاج وحدي اما مش لعم جي تحلم تطلع في كرتاج وحديك اكيد يعني بانتاجك انت الخاص اكيد لنك لازم نويل تثني ركبة مستوى اما مهيش خدمة عام خدمة اكثر من عام فما استخاتي جي اليوم عند نويل بن صالح انها تهبت اغاني كل قديش مثلا فما انرجي انو انا نحب نغني ونحب نخطي مش استراتيجي فما انرجي احسن ما استراتيجي هي راهو اسمعني نويل خلنا بدأو نويك واقعيين مش غالط انك انت تمشي بالاحساس وبالزيموسيون وكل شيء ولكن زده فما لازم تكون واقعية وعملية طبعا اليوم عندنا نويل بن صالح عندك صوت وعندك حضور مهم اليوم انك تكون واقعية خلي الاحساس على جنب واذا لازم انت كانت تحلم انك توصل لقارتاج لازم يكون فما انتجات فما خدمة اكيد فما استراتيجي هي الانرجي اللي تخليك تعمل استراتيجي وتخليك تختم انا قدتك عندي الانرجي عندي الانرجي وعليش ليراوك ان شاء الله موجودة في في مهرجين القارتاج الدولي قدتلي مش سيه القارتاج ولكن من فما برش فنانين طلعوه بسهولة توفقني ولا ما توفقنيش انا ضد انه واحد ديعتلي مصر حكي ما كارتاج وهو فارغ لازم يكون مليا لازم يكون في قيمة مهرجين قارتاج الدولي حضرت عروض كنت حاضرة مازلت 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 ما بديتش ان كنت ليهي في الغنية وفي صغتي متاع الغنية ما اكيد بش نمشي نحضر في عروض طبعا بش نحضر ناجيه تعطيه نهار تلوتاش قوت سيدتي اي عرض اسمه سيدتي للمرأة للخنانة ناجيه تعطيه اللي فرحنا برشة بالغطوغ متاحا تتصور انه ناجيه تعطيه يزيد عندها الانيرجي خاطر ناجيه تعطيه تليم عليها برش عليش غابة وعليش مش موجودة تتصور لها نفس التخميم بتاعك ونفس التركيبه انه فما انيرجيه فما حاسيس عندها انيرجي كبيرة انا ديجا اليوم فالقائلة كنت نويها بالتليفون عندها انيرجي كبيرة وفننة كبيرة وتوحشوها برش توحشناك يا ناجيه توحشوها برشة ونتصور انه العرض متاحبش يكون كومبلي إن مرحبا التونسي والتونسي وينحبهم ويمشيو يسمعو لهم ديما نعودة فكر بالكلمة ذي عليش خاطر ديما كل غلطة اللي يوقولها تونسي ما يعبش لا لا يعب تونسي توانسة وتوانسة يحبو الغنيه التونسية ومتوحشين لغنيه التونسية ويا توانسة ديما اسمعو الأغاني التونسية وذيما شجعو الفنانين التوانسي وفما فنانين ما غير مراو والله العظيم ما غير ما نحنا نقوله لهم ادعمهم قاعدين معنا يلقين في بلاصتهم ويخدموا وينجوا وناس تحبهم وتحب تسمعوا لهم مغير ما نذكر حتى اسمها كيكا بش ما يدغش علي حتى حد نويل انتي زادة ممثلة كنت موجودة فينا عورت لهوي قلت لي انا فنينة انا قلت فنينة شاملة نويل بنسالح تشتح تغني وتمثل اليوم انتي تتقري تقري موزيكا دي جارية مهنتك بالاساس في انت لقى روحك اكثر في الغنية في التمثيل هو انا هذوكم الكل في وسطهم هذوكم الكل نويل الطفلة صغيرة اللي قاعدة قدام المرأة تعاود في الفوازير وتعاود في الغنية وتعاود في اليميسيون بتاع التلفزة هي انا هذيك هيا وخدمت حتى في الالي مرأي نويل كم في بلك ما مش خدمت في يا فايم زادة كيف كيف كنا زملاء زملاء من نعرف معنا بالجداء بالجداء اصارينا يا فنينة وانتي عاونتني برشا وقتا نتفكر انا بالحق والله نسيت اي من الول وقتها وريتني برشا حاجات كيفاش نختم يا عايشك نويل والله حشمتني والله عشمتني علخ يا عايشك نويل انتي نسيت خاطر عملتها هكيكة خاطر تعمل فيها ديما مع الناسة انا ما ننسيهاش وقتها انا اول انتين وانتي نهرتها قعت بحديه وكتبت معايا لميكرو بالحق والله نسيت انا عايشك نويل حشمتني انتي تستحق انتو كحد انت عبد به برشا وفنينة محترمة برشا التمثيل حاولت انك تسعى انك تكون ممثلة تمشي ديكاستين هو نعورت لهوي انا ما سعيتش اني نكون ممثلة بزر جيت تحب نحكي هيلك اللي حكيها بالحق نحكيلي انا شعانة نعمل انا نسمع نعورت لهوي هو كتابة السيناريو متاعه كانت في ريال قلال ووسنال البعزيزي هما زوز صديقاتي في نعورت لهوي واحد عام 2013 انا كنت نقري في توزر فهوما جايوا التوزر قاعدوا يكتبوا في المسلسل دونك عشت معاهم الكتابة متاع المسلسل في الجزء الاول وعشت معاهم حتى الاجواء متاع التصوير وكل شيء وقتها من انتاج سينا جيب عيادة الله يا رحمه في الجزء الثاني وهكيكا قاعدين قلت لهم اكتبوا لي دور نحب نمثل حتى انا طلبت منهم معنا شي يكتبوا لك اه انا ما طلبتش منهم وما طلبتني سينا جيب عيادة الله يا رحمه خطوا سينا جيب نحب نمثل حتى انا هي قلبي برا صاحباتك تا يكتبوا لك دور وجيت هكيكا معانيتها صدفة صدفة معانيتها ما اغرتك شو التجربة؟ حلوة حلوة التجربة ماذا بي ينعود داي وينوت؟ اي اما ناويل ما سعيدش اني نعود ما سعيدش اني نعود اما كان دي فرصة ما نقولش لي بينك و بينروحك تلو مروحك تقول انا قصرت في حاجة هكا؟ اكيد ملاش كوني قصر ما فهم حتى حد يقصروا معاه الناس كل واحد يقصر هو مع روحو يعني كان حاجة ما سعيدش راو انتي ما سعيدش مش انا ضد نظريت المؤامرة وعملولي وعطلوني ليلة ما عطلني حد وما قلقني حد و الكله مني واحد يتحمل مسؤوليته ما خمامتش زادة بعد تجربة تاريق النجوم ونعرف وقت البرنامج كان نيجح نيجح جدا برشا ناويل برشا يعني اول برنامج مواهب بماني حنتصور في العالم العربي قبل استغاكاديمي راحو تاريق النجوم في الفين واربعة وقتها ما فاماش ما فاماش هذوم البرامج متاع مواهب والاسوات الجديدة طريق النجوم نتفكر راحنا بعد الحلقة الأولى نقرأ في شارع بيريز نقرأ في المهد العالي الموسيقى دخلت الغود مخسي هجمو الصغار متاع اللي سي عليها تفجعت اينا ودرها الفورتي هربنا تلمام معليتها سيتي نجومية اي 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 ووحنا صغار احنا بينا مناش فاهمين نرا وقتها كله اما الابوك الناس الناس تتفرج في التالفزة تونسية فما تالفزة واحدة عندو سيت كبير وقتها طريق النجوم بعد كي خرجت من طريق النجوم ما جيكش التخمام انك تخرج العالم العربي تمشي لمصر تحترفك؟ قاعدت شوية وراحت ما نجمتش شنو اللي خليت نتجمش؟ والله وقتها صغيرة برشا وواحدي دونك ما حملتش ان انا نكون بعيدة على دارنا على اللي غاسينا بتانا ايديو حتى التواينا منيش يسر من نوع اللي نجم نبعد برش على على تونس ولا على امي وخوتي ولي غباغ متاعي متعلقة برشا بتونس اش بش نعملولها؟ نحبوها واحنا نحبوك ونحبوك موجودة هنا هنا نحبك تغني غنيت ما نحبش لايف كيك نسموها من عندك انت نقصنا نيديا فالتابي خنسموها ناوال نفحة طارت ها يما ها يما شما زلت منا نستنى يما ها يما جولي لا يروح عن دمه ويكثر خيره ومن حبش ها يما نصبر نافذ من مدن بالكيف عدي تكذبه ورا كذبه نصبر نافذ من مدن بالكيف عدي تكذبه ورا كذبه قولي لا يمشي ولا يرده ويكثر خيره ومن حبش ناوال بن صالح ما نحبش تلقاهه على الشيان يوتيوب الخاصة بناوال بن صالح بعد الفاصل مكملين حوارنا مع ناوال بن صالح نسمو عيروني بك يا حما احنا يا يسر حلوة من التراث التونسي اديتها ناوال بن صالح تسويت على ديوان افم ورجعين احفلها في نايتك